الدكتورة نادا إيمان المدرسة بكلية الإدارة بالأكديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا معنا دلوقتي عبر الصوت والصورة عشان برضو تساعدنا في اختيار التخصص المناسب مش بس للطلبة اللي كانوا موجودين في الندوة النهاردة في اختار كليتك ولكن كمان لمن يشاهدنا الآن ومحتاج أنه هو يعرف ايه التخصص المناسب لي دكتورة نادا تحياتي ليكي في البداية إزاي أعرف كطالب لسه منتهي من الثانوية العامة بالتخصص المناسب لي وهيتيح لي الفرصة في المستقبل للعمل أهلا وسهلا إياه مرسي على الدعوة الحلوة دي طبعا أنا النهاردة كنت بتكلم يعني مع الطلبة اللي هم في السن ده وبشوف إن السن ده من أكتر الأعمار اللي بيبقى الطالب طالع من السنوية العامة أو يعني من المرحلة السنوية بيبقى لسه الرؤية بتاعته للمستقبل أو للكلية بتكون مش واضحة وطبعا إحنا بيكون لنا دور كبير جدا إن إحنا نحاول نقرب المسافة ما بين الطالب وما بين الحاجة اللي هو يحب يدرسها أو إيه الشيء اللي هو يحب يكمل فيه حياته بعد كده في الحياة العملية من خلال يعني لو أنا هتكلم عن الأكاديمية العربية عندنا إن إحنا بنحاول نقرب للطالب ده من خلال إن إحنا بنقدر دايما نخلي الطالبة تجي لنا كلية الكليات المختلفة تعمل لنا فيزيتس مختلفة تقدر أي وقت من وقته هم في سنوية في آخر ثلاث سنين كمان إن هم يقدروا يجلنا إذا كان المقر بتاع الأكاديمية بأي مكان فيه ودايما بنكون إحنا كاستاف متواجدين إن إحنا بنحاول نشرح لهم أي تساؤلات من ده بنساعدهم إن هم يكتشفوا كمان إيه مهاراتهم بيحبوا إيه بنعرفهم أكتر عن المحتوى الجوة شوية اسم الكلية يعني مش مجرد إن كلية قدارة أو كلية ذكاء إصطنوعي ده بيحصل إمتى يا دكتور بنحاول إحنا نقربهم شوية إحنا لو عندنا في الكلية إحنا بنشترك مع الطلبة من يمكن يكون فيهمها في مرحلة سنوية كلها حاول دايما إن إحنا نوصلهم من خلال بنعمل لهم زي زيارات للمدارس المختلفة دايما إحنا يعني إحنا الستراتيجي بتاعتنا أو الستراتيجية إن إحنا دايما عندنا باب مفتوح ما بيننا وما بين الطلبة والأولياء الأمور من أي سن هم فيه بيقدروا في أي وقت إن هم يقدروا يدخلوا يشوفوا الكلية المختلفة يتكلموا معنا كعضاء هاي التدريس من المعيدين للمدارسين المساعدين للمدارسين بيقدروا إن هم يدخلوا يشوفوا مثلا اللابز اللي عندنا القاعات المتواجدة ممكن جدا هم يحضروا إيذنس إحنا بنعملها لإحنا أصلا الطريقة بتاعتنا في التقييم بتاعة الطالب بتتأسم لأجزاء كتير قوي مش كلها الأجزاء الأكاديمي الإمتحان الأكاديمي لا بيبقى عندنا دايما إن هم نعملهم إيباليويتشن هم بيعملوا بريزنتيشن عن حاجات بندلهم ووركشوب كتير جدا ممكن حتى من الوقت بتاع سنوي بنعمل زي مثابقات لحاجات كتير إن هم يقدروا ينضموننا هم بيختشفوا مهاراتهم لإن السن ده سن بيكون فعلا صعب وأنا النهاردة كنت بقولهم إن إحنا كلنا مرينا بدا بيبقى اسم الكلية مش بيديلك المعلومات الكافية دكتورة نادا إحنا بنواجه برضو ثقافة اعديادية ومسلمات موروصة عندنا في أسرنا يعني فيه تبوهات كده لبعض التخصصات خلاص الطالب اتولد وكبر في أسرته لأى إن التخصصات دي مضمونة حتى لو كانت يعني فرص العمل لها مش متاحة فكرة بقى مواجهة الثقافات دي ومواجهة التبوهات التربوية المسلمات الموروصة اللي إحنا اتولدنا عليها بشكل فيه تخصصات جديدة لازم نعرف بيها الطلبة أو الأولاد عشان يقدروا إن هم يختاروا التخصص اللي يليق بيهم وبالتالي في نفس الوقت يكون مختلف وجديد ده بيحصل إزاي يعني الأسئلة حتى كمان بتكون منهم إزاي طبعا هي أكتر أسئلة بتكون الطالب عايز يعرفها هو أنا لما أخلص حقدر أشتغل إيه يعني ده أكتر حاجة بتكون قال إيه هل أنا لو مجرد درست حاجة بحبها هقدر إن أنا أشتغل بالشهادة دي أو لا طبعا إحنا العالم كله دلوقتي بقى ماشي ناحية حاجة اسمها يعني بمعنى أصح إن ما فيش دراسة مقفولة كده في بروازل واحدة لا إنت لو بتدرس مثلا تسويق لازم إن أنت حتلاقي نفسك دلوقتي بتدخل مثلا في التسويق الإلكتروني لازم هتدرس شوية مثلا سوشيال ميديا لازم فالتخصصات ما بقيتش مقفولة عليها باب ومفتاح كده إن هي حتة واحدة بس فاللي إحنا بنحاول دايما نعمله إن إحنا دايما نجيب للطلاب بتاعة زميلهم اللي كانوا مكانهم من كم سنة وقدروا إنه مكانهم فين دلوقتي وده اللي إحنا حاولنا نعمله حتى النهار ده في المبادرة الهيلة اللي أنا فعلا هي فدتني أنا شخصيا إن إحنا ورنا لهم إنت اللي كان قاعد مكانك من أربع سنين بعد أربع سنين بقى فين إيه الأماكن اللي قدر يشتغل فيها وشتغل فيها إيه لأن دي كمان حاجة بتبقى هو أنا هشتغل إيه في الآخر إيه الجوب أوبورتونيتيز أو إيه فرص العمل اللي هقدر إن أنا أشتغلها لما أدرس الدراسة دي وأنا بقول لحضرتك يا دايما كمان بيبقى فيه الدور دايما أنا بقتنع إنه هو يعني الإعلام الإعلام بكل صور ومش بس الإعلام لو بالماس ميديا زي لأ بكل بقى الحاجات إذا كانت على مواقع تواصل الاجتماعي أو الحاجات دي كلها كل ده هو اللي بيزود الوعي فلما الطالب بيدخل وعيه أعلى على فكرة الطلاب في الوقت ده هم وعيهم أعلى مننا بكتير جدا وإحنا في سنهم طبعا لأنهم بقى عندهم الفرصة بالزبط وبيقدر إنه هو يعمل الأبحاث بتاعته وبيبقى عنده جاي بأسئلة يعني إحنا وقتنا كنا بنيجي جايين بسؤال واحد كبير لأ الطالب دوقتي زكي جدا فطبعا أنا بدي رسالة بولده للأهالي إنهم يسيبهم الساحة طبعا تحت أكيد 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 تحت عينهم وأكيد تحت الإرشادات بتاعتهم بس يسمعوا منهم كتير لأن الطالبة بقت بجد إلى حد كبير وعياها عالي وبتبقى إلى حد إنه عارفة المجال أو المكان اللي هي عايز تدرسه وإحنا دورنا إن إحنا نسمع دي أول حاجة ونعرف هو الطالب ده بيحب إيه ونقدر إن إحنا نقرب الفجوة ما بين الحاجتين دول من خلال بقى دورنا إحنا كأعضاء هاي التدريس بإن إحنا ندي دايما الكريكليم أو ندي المحتوى وده دور جزء يا دكتورة نادا طبعا دور الأولوي والأساسي برضو موجود في الأسرة بفكرة عدم التسلط في الاختيار لتخصصات الأبناء مش عشان أنا عايزة ابني يطلع دكتور فخلاص بقى يعني ما سمعهوش في أي تخصص تاني هو نفسه يدرسه أو شايف مستقبله فيه فطبعا ده برضو يعني دور أعضاء هاي التدريس هو دور مهم جدا ولكن هو دور جزء دور الأولوي والأساسي دائما يبدأ من الأسرة دكتورة نادا إيمان المدرسة بكلية الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل المهمة في اختيار التخصص للجامعات أنا لبشكرك شكرا جزيلا والشكر موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام في متابعة حلقة النهاردة من إكستراليوم حالة الحقيقة كانت شملة وجمعة لبعض المشروعات القومية الموجودة في مصر من خلال التواصل مع شبكة مراسل أكستراليوز وكبان النشرة الإخبارية الدولية في التواصل مع مراسل أكستراليوز في الخارج وكذلك الفقرة الرئيسية التي كانت موجودة اليوم في فن اختيار التخصص الجامعي من خلال هذه المبادرة الموجودة في المحافظة البحيرة في مصر في اختار كلية